نحو توسيع النفوذ أكثر في سوريا تتجه طهران للاستيلاء بشكل كامل على ميناء اللاذقية لتأمين طريق تجاري من طهران إلى البحر المتوسط هذا ما جاء في تقرير مطول لصحيفة التايمز البريطانية التي ذكرت أن طهران تنظر إلى ميناء اللاذقية باعتباره بوابة لدخول منطقة الشرق الأوسط وفي تفاصيل الصفقة أوضحت صحيفة التايمز أن المحادثات بين إيران والنظام بدأت عندما زار بشار الأسد طهران الشهر الماضي وذلك لنقل إدارة ميناء الحاويات في اللاذقية إلى الإيرانيين اعتبارا من مطلع تشرين الأول القادم الصحيفة أضافت أن هذا من شأنه أن يتيح لطهران الوصول من دون عوائق إلى المنشأة التي تضم 23 مستودعا وكانت تحتوي ثلاثة ملايين طن من الشحنات عام 2010 التايمز كشفت أن الشركات الإيرانية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني بدأت بالفعل بشحن البضائع عبر الميناء مما يشير إلى أن طهران قد تستخدمها كطريق بديل لنقل الأسلحة إلى سوريا وبالتالي تسهيل نقلها إلى ميليشيا حزب الله وبالوصول إلى هذه النقطة أوضحت الصحيفة أنها ستمثل عقبة أمنية جديدة لإسرائيل باعتبار أن طهران قد وجدت موطئ قدمين على شواطئ المتوسط ووفقا لمتابعين فإن هذه الصفقة بين النظام وإيران أثارت استياء روسيا التي تسعى للهيمنة على ميناء اللاذقية أيضا ووظفت جنودا روس في الميناء الذي تعتبره جزءا من أمنها في سوريا خصوصا أنها توصلت إلى اتفاقات مع نظام الأسد بشأن وجودها طويل الأمد في منطقة الساحل السوري اشتركوا في القناة